اشتركوا في القناة متابعين وللعديد من المتابعين دينا سمعوه ديال ايمانويل ماكرون كيقولوا انه ديال ايمانويل ماكرون كيهضر على الجزائر هنشوفوا تقارير اعلامية من قلب اسبانيا كتتحدث على هاتسريب هذا وكذلك هناك تقارير اعلامية اخرى كتقول ان قصر المورادية كي يحاول يبتز باريس بصفقة حاملات الطائرات هنشوفوا هاد الخلاف ما بين فرنسا وبيل جزائر اما في الخبر الموالي متابعين الكرام فهي صفعة طبيعة الحال من الصفعات المتوالية لنظام قصر المورادية وميليشيات البوليزاريو رعيتها ميليشيات البوليزاريو مجلس الشيوخ البرازيلي كي يصادق على اتفاقية تعاول عسكري مع المغرب وكي يعلن على احترام المطلق للسيادة ديال المملكة على الاراضي ديالها ككل مش هي دي الصفعة الوحيدة بل هناك صفعة اخرى انتع وحد الدولة اللي اعتصدرس للاتحاد الاوروبي وهي بريطانيا بريطانيا والمحكمة ديال بريطانيا محكمة الاستيئناف البريطانية بلندن كترفض الطلب اللي تقدمت به منظمة غير حكومية داعمة الانفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة وكانت صفعة الميليشيات البوليزاريو والجزائر وكذلك درس للأوروبيين وقد نقول لكم علاج متابعين الكرام واخيرا متابعين الكرام قد نشوفوا النفاق الفرنسي بغاية فرنسا استمر في المغرب وفي الأقاليم ديال الصحراء المغربية بلا ما تعتارف بغاية تركب في قطار الصحراء المغربية بلا ما تقطع تذكيرها ديالها واللي التمن ديالها راكو عارفين شنو هو وفد فرنسي يطالع على فرص الاستثمار بجهات الداخلة ودي الدهاب وغنختمو الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا بداو على بركاتي الله الإخوان وكما قلت لكم طبيعة الحال الكتير منكم غيكون سمع واحد الأوديو اللي تسرب را منتشر على تيك توك منتشر على عدة منابر إعلامية وعلى أقل مواقع تواصل إجتماعي هاد تسريب كي اللي كيقول ديال ماكرون كي يقول لا هذا تسريب اللي ما عنده لا علاقة لها بالرئيس الفرنسي كل واحد وشنو كيقول ولكن السؤال اللي غادي نترحوه ده بقبل ما نشوفوا التقرير الإعلامي اللي غادي ندروح عليه من إسبانيا ونشوفوا الصحيفة اللي تحدثت عليه سؤال متروح للمتابعين الكيران وشنو دار قصر الإليزي وشنو دار ماكرون وشنو دارت وزيرة الخارجية الفرنسية واش هدرو واش نفاو واش أكدو هذا هو السؤال اللي كي بقنا نترح إلا كان هاد تسريب هذا منسوب للرئيس الفرنسي فهو أمر خطير جدا وخصكم تسمعوا الكلام اللي فيه الكلام اللي فيه يقول أن فيه إهانة للرئيس الجزائري فيه أن فرنسا كتقول أنها تسنزف الغاز ديال الجزائر باش تنهيها باش تحرق الجزائر ويقول لي سهل المغرب أنه يدخل فيها بالطالب العرض يعني كلام خطير جدا فطبيعة الحال استوجب على الرئيس الفرنسي إلا كانت عنده يعني أدنى اهتمام بالعلاقات مع الجزائر أنه يخرج وينفي هذا الأمر هذا وهي بدات تقارير إعلامية من الجارة الإسبانية كتتحدث كي كتشوف الصورة هادي جريدة أطلايار الإسبانية كتقولك هنا هاية Los insultos filtrados de macron قال كاسيدي الشتائم التي تم تسريبها لماكرون tensionan el encuentro con tepon يؤثرون أو لا تؤثر هاد تسريبات هذه تؤثر على لقاء tepon بماكرون فهذا التقرير هذا الإعلامي وكانت تقارير إعلامية كتيرة اللي كانت تتحدث على هذه التسريبات هذه كنتظن أنها كفيلة باش تخرج نقوله ما زال مواقع تواصل اجتماعي مغا تأترش مثلا ومواقع تواصل اجتماعي تأثير ديالها أكثر بكتير من المنابل الإعلامية حاليا ولكن هذا الشيء يستوجب على الأقل ماكرون إلا كان عنده واحدة شوية ديال الاحترام للجزائر يخرج وينفي ولكن على ما يبدو أن السيد ما عنده حتى شي قيمة ولا ما عاطيته شي قيمة للجزائر والجزائريين لأن الأمر يعني كل شي كي يقول حتى الصوت قريب لماكرون ولكن هذا شي كله يقدر يتفبرك باش نكونوا واضحين للإخوان كل شي قدر يكون موافبرك نما كان نظنش أن ماكرون يطيح في هذه الزلة هذه ولكن واش هذا الفبراكة ما كانش عن قصد أنا سؤال كنخليه متروحي يعني واش الفبراكة انتع هذا الأوديو اللي انتشر بوحد شكل واسع واش ماشي عن قصد واش ماشي تحذير للجزائر اللي كتحاول يعني تلعب مع فرنسا وفعلا الجزائر كتحاول تلعب مع فرنسا وعندنا تقارير إعلامية اللي كتقول لك سيدي قصر مرادية كيبتز ولا كيحاول البتزاز ديال باريس بصفقة حاملات الطائرات قال موقع مغرب أنتليجونس إن النظام جزائري يحاول حصول على تنازلات من الدولة الفرنسية تخدم مصالحه مستعملا في ذلك ما وصفته باستلاح حامل الطائرات الهليكوبتر والهجومية التي تسعى فرنسا لإقناع الجزائر بشرائها قال الموقع إن مفاوضات صعبة وسرية للغاية تتم بهذا الخصوص بقيادة السلطات العسكرية الفرنسية والجزائرية لافتا إلى أنه منذ نهاية يناير 2023 عندما قام رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري تحاول باريس إنهاء هذه السفقة من خلال إقناع الجزائر بشراء حاملات مروحية هجومية حاملات مروحية هجومية هذا هو الأمر اللي طبيعة الحال كما قلنا لكم يقدر يقدر هذا الفيديو ولا هذا الأوديو المصرب اللي قال فيه يعني بصريح العبارة إمانويل ماكرون إن المغرب قادر على احتلال الجزائر حسب يعني التسريبات المزعومة التسريب الصوتي للرئيس الفرنسي قال فيه إن المغرب قادر على احتلال الجزائر إخوان قد نذكركم بهذه الكلمات هذه الله قلناها هذه واحد ثلاث أيام قلنا لكم أن الحالة دي الجزائر دابا كون كان المغرب خبيت كون ندخل عليهم كون ندخل عليهم بطبيعة الحال ولكن وخاكك احنا غن نخليه يعني نبقاه في الحياد وما غاديش نأكده تشي حاجة ولكن كان على الأقل على الأقل مدام بدأت منابر إعلامية كتتحدث وهدرنا على الجريدة الإسبانية اللي تحدثت على هذا الموضوع هذا كان على إيمانويل ماكرون على الأقل يخرج يوضح واشه تسريب هذا دياله فعلا ولا ماشي دياله الصوت يقدر يتقلد أي حاجة تقدر تتقلد فحنا ما غاديش نصرطه طبيعة الحال ولكن تشي حاجة ما كدي مفراغ هدشي طاعتها في شمال إفريقيا يعني إنا حاولتوا تتمردوا راحنا عارفين كيفاش ندروا لكم هدشي اللي كانوا هده هو الظن اللي نويت أنا فرنسي تقدر تتقسموا معاي متابعين الكرام وتقدروا ما تتقسموا معاي على حساب كل واحد وشنو كيشوف وجهة نظر دياله كديرا دوزول الخبر الموالي متابعين الكرام وهنا غادي نتحدث على صفعة جديدة كذلك من دولة من شريكة ولا دولة يعني داخل منطمة بريكس اللي سبقوا قلنا لكم أنها عندها علاقات جيدة مع المغرب هنا غادي نفهموا السياسة ديال المغرب والمسك ديال العاصة من الوسط اللي كيحاول ما أمكن يخلي العلاقات دياله والديبلوماسية ديال المملكة المغربية تخلي العلاقات ديالها غنية مع كل دول العالم الشراكة مع دولة البرازيل كي تخدم المصالح ديال المملكة المغربية مع الروس مع كل من يعني يتواجد في هدى المجموعة ديال بريكس طبيعة الحال كين العداء المغرب كين أكبر عدو المغرب داخل ديال المجموعة هذي اللي كان ندروع لجنوب إفريقيا ولكن وخاك المغرب كيلعب على التوازنات التوازنات دياله في العلاقات مع الدول فمجلس الشيوخ البرازيلي كي صادق على اتفاقية التعاون العسكري مع المغرب وكي يعلن الاحترام المطلق لسيادة المملكة المغربية صادق مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الخميس في جلسة عامة على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب موقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019 ويبرز النص الذي سبق وصادق عليه مجلس نواب منتصف فبراير الماضي التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجيستي بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية وبهذه المناسبة أكد مقرر نص السيناتور إسبريدياو أمين التقدميون سانتا كاتارينا أنه مع الاحترام المطلق لسيادة البلدين فإن النص يعزز تعاون بين الطرفين في إطار مناخ إيجابي يفضي إلى تبادل المعرفة والخبرة وأضاف أن الاتفاقية التي سيصدرها رئيس مجلس الشيوخ قريبا تنص على تدريبات مشتركة وتنصيق لأعمال المتعلقة بأنظمات المؤدات في مجال الدفاع بدون أي شك كيف ما كان نقول لكم الإخوان أن هذه الاتفاقية مع مبين المغرب والبرازيل ضرات يعني الأحداء دي الوحدة الترابية دي المملكة البغربية بواحدة شكل كبير وبالأخص على تعاون في مجال الدفاع في مجال الدفاع وتنويع يعني المصادر دي المملكة المغربية مصادر الأسلحة دي المملكة المغربية هنا في إشارة الضعف اللي رأها فيه الجزائر حاليا بالاعتماد دي لها الكلي على الروس فهنا قد نعرف الدكاء دي المغرب تلف نوصل وغضي نظن أن حاليا بدوا كيف يفهموا الإخوان والمتابعين دي المملكة بدوا كيف يفهموا الكلام اللي كنا كنت تكلموا عليه سابقا وكن نقول ورح المغرب عنده واحدة استراتيجية اللي صعيبة بزاف على بنوك الفرغة ليوصل لها ما كناش كنظر من الفرغة الإخوان والنتائج احنا كنحصدو فيها يوما بعد يوم قدر دبا شحال من واحد كيتفرج فينا هذه واحد سنة ولا سنة ونصف الوراء كان كي اعتبرنا اننا كان بلغو ولكن صيغة المبالغة في الكلام دينا واش وقع هاد الشي هدا ولا ما وقع بالدول العظمى وبطبيعة الحال ما كان ننكروش ان الامور الداخلية يخصى تتقاد في البلاد هاد الشي عمر لاتنكرنا عليه وانتقدنا مرارا وتكرارا باش مايجيش شي واحد يقول لك راك كطب بل ولا كدير ولا كدير فعلا كين بزر دي الامور اللي يخصى تشغل عليها المملاكة المغربية باش صفعة بين الصفعات اللي تلقاوها يعني اعداء الوحدة الترابية دي المملكة المغربية في هاد الايام هادي قد ندوز صفعة اخرى صفعة من الطراز الرفيع من المستوى العالي واللي خلات الاوروبيين يبقوا يفكروا شنو غادي ديروا في المستقبل مع المغرب هادي كانت درس الفرنسا والاتباع ديالها في الاتحاد الاوروبي درس كبير طوية الحال كما عرفتم على نفس الطريقة اللي قاموا بها يعني قام بها اللوبي ديال ديال الجزائر في الاتحاد الاوروبي اللي هي يدخلوا الاتحاد الاوروبي في مشاكل مع المغرب علما ان العلاقات التجارية اللي كتربط المغرب مع الاتحاد الاوروبي كان فيها بزاف ديال المكاسب الاتحاد الاوروبي وقدر نقول لكم كثير من المغرب لوية الحال المغرب كيكسبوا ولكن كان فيها مكاسب تقيلة كينا بريطانيا حاليا كينا يعني بغي بريطانيا ببحدها تعود الاتحاد الأوروبي ككل باش نكونوا واضحين يا قوة عظماء ومعروفة فبريطانيا جات بصفعة جديدة اللي كانت واضحة وخلاتهم كيف ما قلت لكم الإخوان الجميل في الأمر أنه خلات الاتحاد الأوروبي يفكر مزيان وهنا في إشارة لمحكمة العدل الأوروبية اللي تعنات في العلاقات التجارية مع المغرب وبغاية تقسم المغرب على الأراضي دياله أي بريطانيا جات طبيعة الحال محكمة الاستيئناف البريطانية رفضت طلب للمرة الثانية على التوالي يعني لهذا المنظمة الغير الحكومية دائمة للإنفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة هذا الشي هذا كي تعتبر انتصار للمغرب وخلاء الأوروبيين كالعود أكد لكم الإخوان يفكروا في المستقبل ديالهم وراك انت قلتها البراج الأوروبيين كثير مماerne جده المشنون يعني كيف يقدموا هاد البوليزاريو هادو الأوروبيين من غير المشاكل ههما في إسبانيا كيعيشوا على المساعدات المادية لا أقل ولا أكثر كلهم كيعيشوا على المساعدات المادية وكيتحسبوا على المغاربة كيتحسبوا بحل المغاربة اللي كيتشدودها بالمساعدات المادية كانت مرشحة الانتخابات فترفضت لها الترشيع عليها لأنها لديها شهادة سكنة في أكثر من جهة في إسبانيا ولكنكم عارفين كيف تدير شواهد السكنة في عدة مناطق في إسبانيا ذكره معروف يعني بغيتي تنقب من كل جهة تنقب هات البلاسة كي يعطي فيها المساعدة أكثر هات البلاسة بنادم قلس هنا حاضي غير شنو قد يسعطيه الدولة شنو قد تمنتلها الدولة هاتي واش كتخلص شي ضرائب واش كتخلص شي حاجة قلس هنا عايشين مجانا على ظهور الإسباني وخص الإسباني يفيقوا هات المسألة هاتي جاء الوقت باش يفيقوا بأن نرى المغاربة المخير فيهم ولا التالي فيهم إلا ما بغينا نقوله راكيدين مشروع دياله كيقلس يوكل وليداته ويدرب تمار عليهم والاي ما كييطمح يعيش في المساعدة المادية المساعدة المادية كيوقفوا عليها في اللحظة اللي كييحتاجوها والاي ما له واحد مجال الغربة ولا التغرب ولا يسمح في بلادهم باش يäsعيش بالبقايا ديال الناس بالعكس الناس التموح والمغاربة عندهم طموح و عندهم مسؤوليات في بلادهم كييلي كيخدم على علاقة عائلة وكل واحد وشنو عنده وشنو تابعه فما نرأس التنش أن المغاربة غدا يكتافئه بالمساعدات المادية بالخصص يخدموه وخصص يكوتقوه أول تفاعل مع قرار المحكامة البريطانية من قلب المغرب هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب الديبلوماسية المغربية ما زالة ملتزمة الصمس ما تقول تشي حاجة كما ترامع مع محكامة العدل الأوروبية خرج ناصر بوريطا بكل هدوء وقالها لهم وقال لهم اخترتوا نحن هذا الشي هذا اتفاقية مازالة نهار غاد يتصل الاتفاقية ورا يعني مقبيل مغرب على النهاية دي الاتفاقية دي الصيد البحري والزراعة مع الاتحاد الأوروبي نهار توصل ذلك الوقت هديك غاد نعرفو شنو غاد نديرو واصلا المغرب راه كما قلتها سابقا عنده الربح يتلق البطواز دياله وولاده يخرج ويخدمه ويصيده في البحورة ويبيع الحد دياله بالتمن اللي يبغى على أن الناس يدخلوا يصيده في وصل البحورة دياله ورا عنده الربح وفيت الربح لحيه ahora انا كنظن ان المغرب والعلاقة دياله الجيدة مع اسبانيا غادي تكونش اتفاقية مع المغرب واسبانيا مليون في المية لابقت الاتحاد الاوروبي لعب المصالح وهذا رأ بداية ديالتفكيق الاتحاد الأوروبي الى اتحاد ديالو دول يخرجوا من الاتحاد الأوروبي ويربطوا اتفاقيات تجاريه خارج من ظلة الاتحاد الأوروبي باش نكونو واضحين فاسبانيا محتاجة للصيد في ذلك المنطقة هديك ومحتاجة لهذا التعاون مع المغرب حاجة ديالها لقداش والمنافع ديالها هي أول دولة كتستنفع من ذاك الاتفاقية ولكن ما يعنيش أن فرنسا ما كتستنفعش متالان ولا عدة دول اللي كتستنفع فعلا من هاد الاتفاقية ديال الصيد البحري وديال الزراعة مع المبيل المغرب والاتحاد الأوروبي فجأت بريطانيا وقالت الكلمة ديالها دولة ما غاديش يعني بريطانيا رأى معروف القيمة ديالها طويل الحال ولكن الجميل في الأمر في هاد يعني يعني الرفض ديال المحكمة محكمة السيناف البريطانية الجميل في الأمر هو بمثابة اعتراف بالوحدات الترابية ديال المملاكة المغربية أنا غادي نتعامل مع المغرب من طنجل القويرة يعني أنا كان نعتارف بالسحراء المغربية ننتح رأسك مع الحيط والذير اللي بغيتي وكان الرفض سيد الموقف هاد الشي اللي غادي نقوله ندوزل الخبر الأخير متابعينا الكرام وهنا غادي نتحدثو على كما قلت لكم غادي نتحدثو على فرنسا فرنسا اللي ما زالة في واحد الغموض ما زالة في غموض واضح صراحة ما فهمناش فرنسا شنو بغت واش باغا تركب في قطر الصحراء فابور ما باغاش تقطع الورقة ما باغاش تقطع البيي فرنسا باغا تركب في قطر الصحراء للتنمية وباغا تستمر وباغا تبقى على علاقات جيدة مع المغرب ولكن جاتها التذكير غالية جاتها التذكير غالية وانتو ما عارفين عليش جاتها التذكير غالية جاتها التذكير غالية على كرغالستان اللي ما زالين كيحاولوا يقدوا توازنات ديالهم في الاتحاد الأوروبي ولكن الأمور كنظن انها غادية لهذا السياق هذا اننا غدي نقول لكم من غير هذا الوفد الفرنسي الذي يطلع على فرص الاستثمار بجهاز الداخل الوادي الدهب وفاش نقوله الداخل الوادي الدهب غدي يمشي دماغ ديالنا كلنا الطاقات المتجديدة واش نكون واضحين المستقبل ديال العالم غدي نضرو على الاستثمارات في الطاقة الشمسية اللي غدي تجاوز تمويل استخراج النفط هاد العام كان نضرو على الاستثمارات الطاقة الشمسية فهنا غدي نفهمو فرنسا ما لها وشنو التوتر اللي رها عايش فيه فقد نشوف هذا الوفد الفرنسي الذي يطلع على فرص الاستثمار بجهاز الداخل الوادي الدهب يطلع منتخبون فرنسيون من بلدية بيتيفي أمس الخميس على فرص الاستثمار الواعدة والطفرة التنموية التي تشهدها جبهة الداخل الوادي الدهب وتهدف هذه الزيارة إلى إطلاع الوفد الفرنسي على المشاريع المهيكلة الرئيسية في جهاز الداخل الوادي الدهب لا سيما تلك التي تندرج في إطار نموذج تنموي الجديد لأقاليم جنوبية وتسليط الضوء على دينامية التنمية والتقدم الذي تعرفه لؤلاء الجنوب على جميع المستويات كما ترون في زيارة استكشاف فرص الاستثمار والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها جهاز الداخل الوادي الدهب وبحث سوبر تعزيز تعاون بين الداخل وبيتيفي لا سيما على مستوى الاقتصادي من خلال توقيع قريبا على اتفاقية للتوأمة بين الجماعتين فكمضن أن فرنسا عرفة الأهمية ديال هاد الأقاليم هدي وعرفة بأن العالم كامل موجه الأنظار دياله قد نقول لكم الإخوان بأن مؤخرا سمعنا وزير الطاقة القطاري خارج وهو كينتقد في ما يسمى بالهيدروجي الأخضر علاش هنا قد نعرفه بأن كينوا حد الارتباك في الدول المنتجة للنفط طاقة الأحفورية بصفة عامة كينوا حد الارتباك عندهم كينوا حد القلق عندهم من المستقبل من التحول ديال المستقبل علاش إنها الدول هادو بغاولاكر مازال قطار خدمت على السياحة خدمت على الحوائش خورين وكين بغاولاكر هاد هي كتعتمد على الطاقة يعني الموارد الرزق شو ما كتكونش تعددية ديال الاستثمارات في البلاد من كي يجي الموارد يعني الاستثمار من كي يجي ما كتصدرتها حاجة ما كتدرتها حاجة عندك غير النفط هو اللي كتصدروه وكتحفروه جبتوه تبيعوا الدول للمدة سينين ما ما كينش ما زال قطر مع دورة قطر مع دورة ولكن فاش كنا ندروا إلا دولة بحل الجزائر شنو العذر اللي عندها أنها ما تخلقش استثمارات أخرى سينين وهي كتستمار في النفط وتابع على المغرب حاضية المغرب درتها فرنسا معساس على المملكة المغربية فلا هي در استثمارات أخرى باش يعني تخلق يعني منابع أخرى ديال الرزق لا هي در تشي حاجة والدليل هو أن استثمارات في الطاقة الشمسية غدي يفوت تمويل استخراج النفط هات السنة هدي فستتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية في 2023 للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط كما ذكرت الخميس وكذا الطاقة الدولية التي تتوقع مع ذلك انتعاشا في التمويل المخصص لوقود الأحفوري فهاتش علاش كين توطر في قطر كين توطر في الإمارات كين توطر في سعودية علاش لأن أصلا الأوروبيين بغاو يدروا واحد السقف التمن ديال الغاز بغاو يدروا واحد بغاو يحبسوا ما بغاوش يعتمدوا على الطاقة الأحفورية سالينة جاء الوقت ديال التحول ديال العالم غايتحول وانتكون من هنا لألف وثلاثين بعدها على الأقل من هنا لألف وثلاثين تقدر يبقى الغاز لكن البترول وداعا باش نكونوا واضح الغاز مازال يبقى مازال عنده واحدة شوية ديال الفورص أنه يزيد القدام ولكن البترول جات النهاية ديال فوجدوا رأسكم وداب العالم كامل كيشوف قدامه الدول اللي قدرات تستمر في الطاقات المتجديدة في الوقت اللي كانوا بعض الدول عندهم كل الإمكانيات أنهم يستمروا فيها ولكن كانوا اختاروا منطقة الراحة ديالهم أنهم يبقوا كيبيعوا في الطاقة الأحفورية وكانوا كيقولوا أن العالم عمره غاو يوصل أنه يستغنى على الغاز ديالهم وعلى النفطة ديالهم ولكن جاء الوقت صافي حان الوقت الأرض ما بقتش كتتحملنا وحان الوقت باش تبان يعني سبول أخرى تحياتي لكم الإخوان مرة أخرى جمعة مباركة لجميع تشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم